في إطار الإعلان عن انطلاق برنامج دعم تنمية مستدامة والإجراءة الاجتماعية أكدت وزيرة تضامن غنية داليا عن ضرورة تخلي عن التضامن البسيط المبني على الإعانات المباشرة وذلك عن طريق السعي إلى تغيير ثقافة الدعم بخلق نموذج تعاون جديد بإنشاء جمعيات تعاونية وخلق مؤسسات مسغرة في الصناعات الحرفية نحن في الوزارة نسعى إلى تغيير نظرات التضامن ولا ثقافة التضامن ثقافة التضامن ما نبقلش نمده كل مرة نمده ونخلو الإنسان في وضعية تبعية مستمرة هذه ما تخدم لا الدولة لا الوزارة ولا هذه الفئات للحفاظ على كرمة هذه الفئات نسعى إلى تغيير ثقافة التضامن توجيه الدعم توجيه كما تكلمنا على توجيه التكوين توجيه المرافقة وتوجيه المساعدات لكن نصعى إلى أن تكون هذه المساعدات الظرفية نسمح من خلالها انتقال هذه الفئات من التباعية المطلقة إلى الاستقلالية وإلى الإمكانية لما لا خلق نشاطات مدرة للربح والاستقلالية الاقتصادية هذه المبادرة تهدف إلى تحويل الفئات المستهدفة إلى فاعلين حقيقيين لسيما المجتمع المدني والمرأة ودوي الإعاقة التي سترافقهم الدولة في تنمية أقاليمهم لهذا لا بد أن لا نخفل أن هناك فئات لازالت تنشط في هذا الإطار نسعى إلى تحسيسها وعلى تمكينها ومرافقتها لتشجيحها على مواصلة العمل في هذا الإطار والصناعة الحرافية المتعلقة بالحلفة ليست هي الوحيدة التي يتضمنها هذا البرنامج بل البرنامج يتضمن عدة نشاطات حرافية أخرى تغيير نمط الدعم الذي تقدمه وزارة التضامن ضروري في المرحلة الراهنة خاصة مع الأزمة المالية التي تمر بها البلاد سيما وأن النمط التقليدي للدعم أثبت محدوديته في إخراج المستفيدين من دائرة الفقر ترجمة نانسي قنقر